تعرفت ليلى من خلال الفيسبوك على شاب هوايته خداع الفتاة ولأنها تعيش بدون رقابة من والديها المشغولين عنها بأعمالهما لبت دعوة الشاب وذهبت لمحطة القطار لزيارة أمه في محافظة بعيدة بعد أن أقنعها بأن أمه تريد رؤيتها للموافقة على زواجه منها وركبت ليلى القطار بجوار الشاب المخادع وبالصدفة كان يجلس بالمقعد الذي أمامهما شقيقان ملتزمان عرفان هذا الشاب ومن نفس مدينته فارتبك الشاب من نظرات الشقيقين لهما كما ارتبكت ليلى أيضا بسبب تركيز نظرات الشقيقين عليها وبعد قليل استأذن الشاب من ليلى وأخبرها بأنه سوف يسلم على قريب له ثم ذهب ليدخن بعض السجائر بعيدا وفي هذه اللحظة تحدث الشقيق الأكبر وقال لليلى آسف لتدخلي ولكن يبدو على ملامحك طيبة القلب هذا الشاب جارنا وأمه توفيت منذ سنوات وليس له بيت فقد باع البيت الذي ورثه عن أبيه وصرف ثمنه على المخدرات والنساء وهوايته الآن هي الإيقاع بالفتيات الطيبات أمثالك وأتمنى من الله أن يكون هذا اليوم بداية جديدة في حياتك تلتزمين فيها بطاعة الله وتنفيذ أوامره بكت ليلى وقالت أصدق كل كلامك وأقسم لك بأنني صليت الفجر اليوم ودعوت الله أن يحفظني بحفظه فقال لها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وفي ذمة الله أي لا يجوز الاعتداء عليه فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله تعالى لقد نجتك صلاة الصبح من الهلاك قالت ليلى الحمد لله لقد استجاب لدعائي بلقائكما أمامي إنه ترتيب الله الذي أمهلني رغم غفلتي وذنوبي ومن الآن تبت إليه ولن أعصيه أبدا ثم أخذت تحمد الله وتدعوه أن يهدي والديها الذان ساعداها بعدم مراقبة تصرفاتها للوقوع في الخطأ وكادت أن تكون ضحية لذئب من البشر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا